اهلا وسهلا بخضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان نتبع مع حضراتكم تطيطنا المعتادة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة الحالية وحتى يوم السبت 14 مايو واللي من المتوقع الحقيقة انه يكون في حالة من عدم الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة واللي هتتراوح ما بين 30 الى 34 درجة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومن 40 الى 43 درجة على جنوب الصعيد توقع هيئة الارصاد الجوية ان يشهد اليوم الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد هيكون معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد هيكون لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد هيكون مائل البرودة على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد ايضا اوضحة هيئة الارصاد الجوية ان غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري أما بالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة يوم الأربعة 11 مايو بتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية مشاطل الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد هتكون على فترات متقطعة أيضا بتتوقع الهيئة أن تشهد البلاد شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 12 مايو وذلك على بعض الثرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ده بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة أيضا بتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد على مدار يومي الجمعة 13 مايو والسبت 14 مايو نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة خلينا نتابع معاكم في نهاية توطيطنا درجات الخرارة المتوقعة النهاردة القاهرة العزمة 31 الصغرى 18 اسكندرية 25 18 مطروح 24 16 سهاج 37 21 قنا 38 22 أصوان 41 24 وأشكر حضراتكو شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التوطية من تلفزيون يوم السابع شكرا جزيلا لكم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة